النهاردة كمان كان فيه مؤتمر صحفي مهم اتحاد الكرة عقد مؤتمر في احد الفنادق الكبرى لتقديم الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الكابتن حسام البدري وحسام البدري اعلن عن الجهاز المعاون ده الأستاذ عمر الجنيني رئيس اللجنة الموقعة لإدارة اتحاد الكرة والحياة كانت كلها كلمات فيها كتير من التفاول لمستقبل الكرة المصرية سواء في تأكيد الأستاذ عمر الجنيني على أن الاتحاد لا يفكر بفكر التوازن ومش فكرة أن أنا بشكل جهاز للمنتخب فأجيب ناس من الأهل وناس من الزمالك عشان أحدث هذا التوازن الشكل قال لا ما بنفكرش بهذا المفهوم وعندنا من الفكر أن احنا نقدم فعلا عمل إصلاحي حقيقي يرتقي بكرة القدم كابتن حسام البدري تكلم من هو الآخر شدد على مفهوم العدالة وقال أنه وصوله لتدريب منتخب مصر دي مسألة ذات قيمة كبيرة جدا في سل مساره المهني وقال أنه سعيد جدا بهذا الاختيار وأنه عنده طموح كبير يقدم حاجة للكرة المصرية قدم الجهاز المعاون معه كابتن محمد بركات مديرا للكرة في المنتخب إن شاء الله في تجربة جديدة بركات بكل ما يملك من الخبرة والزكاء والعلاقات الواسعة الحقيقة إن شاء الله ينجز حاجة مهمة في ملف إدارة المنتخب الوطن مع كابتن حسام كمان اتنين مدربين عام كابتن أحمد أيوب وكابتن طارم الصفا معهم مدرب مساعد الكابتن سيد معاوض ومدرب حراس مرمى كابتن أيمن طاهر وللياقى البدنية والتأهيل أنيس الشعلاني تشكيل جهاز بالكامل في توقيت مهم جدا نتمنى له بإذن الله كل التوفيق ترجمة نانسي قنقر